للعام الثالث على التوالي فاز السائق الفرنسي سباستيان لوب بالمرحلة الثانية مرة لدكار السحراوي المقام في المملكة العربية السعودية واجتاز لوب عن برو درايف بطل العالم في سباق الرالية تسع مرات مسافة المرحلة التي بلغت 338 كم بين حائل والقيسومة بزمن قدره ثلاث ساعات وخمسين وعشرين دقيقة بفارق ثلاث دقائق وثمانين وعشرين ثانية عن السائق القطري ناصر العطية عن تويوتا بطل المرحلة الأولى وبفارق خمس دقائق وثنتين وخمسين ثانية أمام الإسباني كارلوس ساينس عن أودي واجاء الفرنسي ستيفان بيتر هانسل عن أودي رابعا بفارق سبع دقائق وستين وخمسين ثانية في محل السعودي يزيد الراجحي عن أوفر درايف تويوتا سادسا بفارق ثماني دقائق وإحدى وأربعين ثانية واحتفظ القطر العطية بصدارة الترتيب العام بزمن ست ساعات وتسعين وخمسين دقيقة وإحدى وعشرين ثانية بفارق تسع دقائق وست عشرة دقيقة عن لوب الذي كان حل ثانيا في المرحلة الأولى وستقام المرحلة الثالثة بين القيسومة والأرطاوية على مسافة ستمائة وستة وثلاثين كم بينها مائتين وخمس وخمسين مرحلة خاصة ويشمل مصار الرالي هذا العام مرحلة تمهيدية واحدة واثن عشر مرحلة عادية سيخوض المتسابقون خلالها خمس مراحل دائرية وواحدة ماراتونية